بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للوضع الإنساني في مدينة حلاب وضع أكثر من كارثي 94 يوم حصار مترافقة مع قصف مستمر بكل أنواع الأسلحة بما فيه الكيموي تم استخدامه أكثر من مرة آلاف من الجرحى أكثر من ألف شهيد خلال فترة الحصار الثاني فقط على مدينة حلاب على مرأة ومسمع المجتمع الدولي كلها تعدون أن يحرك أي ساكن أو دون أن يوجه إدانة أو شجب حول المجازل المرتكبة بحق السوريين القصف عبركز على المراكز الحيوية الهامة في المدينة مراكز الدفاع المدني المشافي المدارس أماكن توزيع الخبز بإضافة المكاتب التابعة على المجلس محلي مدينة حلاب اللي عبر تقوم بخدمة الناس وتعزيز صمودة في مدينة حلاب المواد الأساسية في مدينة حلاب قد شارفت على الانتهاء في مختلف المجالات سواء في مجال المحروقات أم في مجال الطحين والخبز أم في مجال الأدوية وهو جارب جدا جدا مهم حيث إجمال الكادر العامل في مدينة حلاب 29 طبيب كان في مدينة حلاب عشر مشافي حاليا لا يوجد أي مشفى المشافي كلها مدمرة خلال الحمل الأخيرة لتشن النظام والطيران الروسي على مدينة حلاب يلجأ الأطباء إلى معالجة ألماس ومعالجة الجرحة في الأقبية أو في الكراجات أو في المنازل أحيانا المنازل الزادة طوابق السفلية السفلة حيث لا يوجد مشافي في مدينة حلاب شكرا وبالنسبة لدور النظام الإيراني في قتل وإبادة الشعب السوري خاصة في حلاب تتحدث للمشاهدين بالنسبة للنظام الإيراني بدأت مشاركتهم بداية السورة حول قمع المظاهرات السلمية حيث لايران تجربة مشابهة عندما قمعت مظاهرات عام 2009 كانت مظاهرات مطالبة الديمقراطية والهرية اختصر دعمه في بداية السورة النظام ملالي إيراني للنظام السوري على صعيد الدعم المادي والدعم اللوجستي وأخذ رأيه ووضع خطط لقمع المظاهرات من ثم بعد فشل النظام في قمع المظاهرات تم التدخل بشكل مباشر مقبل الميليشيات المدعومة ببيئة من إيران في منتصف عام 2012 ومن ثم تم تدخل القوات الإيرانية شيئا فشيئا حتى باتت مسيطرة على القيادة العسكرية الخاصة في النظام هناك العديد من القوات إذا نحكي عن حلب فقط 95% من القوات المحيطة خارج حلب والتي تحاصر حلب هي عبارة عن قوات مدعومة من نظام ملالي إيران بمساعدة الطيران الروسي اللي بدعمها بالجو قوات برية هي قوات إيرانية ارتكبت عشرات المجازر في حلب المحافظة سواء في الريف الجنوبي أو في محيط مدينة حلب من قبل القوات الإيرانية ماذا تطلب من المجتمع الدولي أنت كمماثل من حلب نطلب من المجتمع الدولي هو وقف القتل وقف شلال الدم بالإضافة إلى تحييد الإنسانية باسم الإنسانية تحييد المدنيين عن أي صراع وعي قتال ومن حق المحاصرين في مدينة حلب اللي وصل عددهم إلى 300 ألف من حقهم أنه يقرروا مصيرهم بدون أي تدخل من روسيا أو نظام ملالي إيران التي تخطط وتنفذ باسم النظام في مطالب محددة ترفع للأمم المتحدة بهذا الخصوص نريد باختصار كلمتين هي وقف القصف وقف القتل وقف الدم ومستمرين نحن في سورتنا اللي بلشت سلمية وأجبرت على السلاح ووصلنا في الوقت الحالي بعد 6 سنين من القتل والدم إلى لا رجعة فإما الشهادة أو النصر